الثالثة التيه الشيعي نحن في حالة تيه عقائدي وفكري وفقهي أيضا وأتحدث عن الفقه بالمعنى الشائع في الوسط الشيعي وإلا بحسب ثقافة أهل البيت ففقه أهل البيت عقائدهم وتفسير قرآنهم بالدرجة الأولى أما الأحكام والطقوس فإنها تأتي بدرجة متأخرة كثيرا عن الدرجة الأولى لكن المنهجة الطوسية المشؤوم جعل الفقه في الأحكام والطقوس وهذا هو الذي صار شائعا في وسطنا الثقافي الديني الشيعي مثل ما هو عند نواصب السقيفة بني ساعد فنحن نرقص على عزفهم ونحن نتحرك وفقا لإيقاعات ما يريدون مننا أن نتحرك في ضوئها وبالحقيقة ما يريده الشيطان مننا أن نتحرك في ضوء إيقاعات منطقهم الناصبي إنه منطق سقيفة بني ساعد الذي تمسكت به حوزة الطوسي منذ تأسيسها سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا ويبدو أن الأمر سيبقى مستمرا إلى زمان ظهور الحجة بن الحسن حيث يجيشون الميليشيات ويجندون القوات ويجمعون أنفسهم لقتال إمام زماننا هكذا حدثتنا روايات وأحاديث وكلمات وأخبار أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قرينة البداء قرينة الظهور المباغت قرينة التيه الشيعي الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثامن من الكاف الشريف وهذه خطبة من خطب أمير المؤمنين صفحة 57 رقم الحديث 22 الطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان أذهب إلى ما تحدث به أمير المؤمنين عن التيه الذي سيكون مضاعفا إنه تيهنا الشيعي المضاعف إنه مضاعف أضعافا وأضعافا بالقياس إلى تيه بني إسرائيل صفحة 59 هكذا قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولعمري الإمام هنا يقسم ولعمري ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل بنو إسرائيل هذا العنوان الذي يتكرر كثيرا وكثيرا جدا في الكتاب الكريم مثال عنوان لواقع هذه الأمة لواقع أهل القبلة عموما ولواقع الشيعة خصوصا الذين يقولون إننا شيعة ما هم بشيعة الحجة بن الحسن هم شيعة مراجع حوزة الطوسي تلك هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات ومن دون أغطية وأغشية من دون خداع وتلبيس وتدليس الشيعة في واقعنا اليوم شيعة مراجع حوزة الطوسي ما هم بشيعة الحجة بن الحسن لأن الحجة بن الحسن مشرق وحوزة الطوسي مغربة بدرجة مئة بالمئة ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل الإمام يؤكد وقوع هذا التيه وإذا أردنا أن ننظر إلى واقعنا فإننا في متاهة منذ بدايات الغيبة الكبرى ونحن الذين نحن الشيعة نحن الذين تركنا المسار الصحيح وذهبنا نركض وراء المجموعة من مراجع الشيعة وهم الأكثر الذين ذهبوا في الاتجاه المنافر للمسار الصحيح وهذا المضمون بينه لنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه والطبعة طبعة ذوي القرب قموا المقدسة الرواية طويلة إنها تبدأ من صفحة ميتين وواحد وسبعين بحسب الطبعة التي بين يدي وتنتهي في صفحة ميتين وخمس وسبعين أقرأ عليكم مما جاء في صفحة ميتين واربعة وسبعين لا أريد أن أقرأ كثيرا من الرواية لضيق الوقت فعندي الكثير من المطالب التي أريد أن أضعها بين أيديكم صفحة ميتين واربعة وسبعين وهذه الرواية قرأتها كثيرا وتحدثت عنها كثيرا يمكنكم أن تعود إلى برامج المتنوعة والمختلفة إنها موجودة على شبكة العنكبوتية إمامنا الصادق مثل ما حدثنا إمامنا الحسن العسكري عنه صلوات الله عليهما يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى فيقول فضل هؤلاء المراجع أكثر المراجع وهم الذين يتصدون للتخليد لأن الشيعة تقلدهم وتأخذ دينها منهم فضلوا وأضلوهم أضلوا الشيعة الإمام بشكل سريع هكذا قال من أنهم يتعلمون بعض البعض وهو القليل يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من أتباعهم ومن وكلائهم فهؤلاء نصاب الشيعة ثم يضيفون يضيفون إليه يضيفون إلى هذا القليل الذي تعلموه من علومهم الصحيحة من علوم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم ثم يضيفون يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا إنها أكاذيب نواصب التي يأتون بها ويضحكون علينا من أنها حقائق ثقافة العترة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهؤلاء المراجع فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا يقولون لهم من أن ثقافة قناة القمر الفضائية ثقافة ماسونية وهي الثقافة الأصيلة ثقافة علي وآل علي وثقافة حوزة الطوسي ثقافة النواصب من الشوافع والمعتزلة والصوفية والقطبية النجسة وبهائم شيعة يقبلون بهائم شيعة المراجع وبالمناسبة المراجع هم الذين يصفون أتباعهم بالبهائم في مجالسهم الخاصة قطعا لا يقولون هذا بشكل علني ما يتحدث به كمال الحيدري نقلا عن مرجع من المراجع في قوم وهو يقدم له نصيحة أن لا يستعجل في طرح مرجعيته والعمل لأجلها لأنه سيركب الشيعة في آخر الأمر فشيعة حمير وهو سيركبهم ويقول لهم ديخ هذا المنطق منطق جميع المراجع في قوم في كربلاء في النجفي في لبنان في الهندي وباكستان الكلام هو هو وأصله يخرج من النجاة هذه ثقافة حوزة النجاة شيعة والمراجع لا يصدقون كلامي إنني لا أوجه كلامي إليهم وجه كلامي للذين يعرفون صدق حديثي ودقة معلوماتي فيتقبله المستسلمون من شيعتنا إنهم بهائم شيعة المراجع استسلموا لهم المستسلمون من شيعتنا من شيعتنا هذا عنوان عام كل محب لمحمد وأهل محمد فهو شيعي لكن التصنيف يأتي بعد ذلك هل هو من شيعة الحجة بن الحسان أم هو من شيعة مراجع حوزة الطوسي الأئمة قسموا أشياعهم إلى شيعتهم الذين قالوا عنهم من أنهم منا شيعتنا منا نحن منهم وهم منا شيعتنا منا وقسموهم أيضا إلى محبين وموالين وقسموهم أيضا إلى شيعة شيعتهم فهناك شيعة الشيعة وهناك المحبون وهناك الموالون وهناك وهناك فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم وهذا هو التي هذا التي الشيعي إنه تيه في الرؤوس وتيه في الأدناب إنه تيه عند الذين اتبعوا وتيه عند الذين اتبعوا تيه المراجع وتيه الذين يقلدونهم ويأخذون دينهم منهم هذا منطق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فضلوا وأضلوهم الإمام يتحدث هنا عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة ويتحدث عن أكثر الشيعة لأن أكثر الشيعة تقلد هؤلاء وبعد ذلك يقول إمامنا الصادق من أنهم هؤلاء المراجع وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا إنهم ضعفاء العقيدة ما هم بضعفاء الأبدان أو بضعفاء الجيوب أتحدث عن قلة أموالهم إنهم ضعفاء العقيدة عقيدتهم شافعية معتزلية صوفية قطبية هذه مصادر عقائد الشيعة في واقعنا اليوم وفي الواقع الشيعي منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إلى أن يقول إمامنا الصادق من أن هؤلاء هؤلاء المراجع يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا مثل ما ضربت لكم مثالا فيما يرتبط باحتفال الشيعة في التاسع من ربيع الأول بمقتل الخليفة عمر مراجع حوزة الطوسي يرفضون ذلك ويتركون أحاديث أهل البيت استناداً لقذارات علم رجالهم علم رجال حوزة الطوسي ويتمسكون بما جاء في كتب النواصب من أمثال الطبري وغيره الذين صرحوا من أن الخليفة عمر قتل في أواخر ذي الحج أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه المسألة لأنها ليست مهمة جداً بخصوص الموضوع الأهم الذي بين يدي لكن لكن ني ذكرتها على سبيل المثال يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا في هذه وغيرها في كل تفاصيل الدين حينما يقولون لكم من أن الفكر الذي يعرض على شاشة قناة القمر من أنه فكر ماسوني إنهم يخدعونكم هذا هو الفكر النقي والفكر القذر النجس هو الذي يأتيكم من فضائيات مراجع حوزة الطوسي القذارة هناك القذارة والنجسة والمخالفة للعترة الطاهرة عبر خطباء مراجع حوزة الطوسي وعبر فضائيات حوزة الطوسي وعبر الكتب التي تؤلفها لكم حوزة الطوسي لتضليلكم ولإبعادكم عن إمام زمانكم هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي وهذا هو التيه الشيعي في أجل صوره فإمامنا أصادق يقول عن مراجع حوزة الطوسي من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل هكذا يعملون مع الشيعة يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم يضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب إذن من الذي ينجو قلة قليلة من الشيعة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم الحجة بن الحسن لم لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي إن كان الأعلى أو كان الأسفل لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر الملبس بتعبيرنا في الثقافة الشعبية العراقية كلاوشي الملبس كلاوشي لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر هو كافر بالغديرين كافر بالغدير الأول وبالغدير الثاني هؤلاء كفرة الغديرين لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا وجاء الوصف دقيقا مؤمنا ما هو من الذين يقال لهم مراجع الذين وصفوا بالأوصاف المتقدمة ولكنه يقيض له مؤمنا يقيض له ثقيها مؤمنا مرضيا عند صاحب الزمان ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله إنه المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل إنه مراجع حوزة الطوسي ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة هؤلاء قلة قليلة حينما نتحدث عن التيه الشيعي فهؤلاء لا تأثير لهم لقلة عددهم الواقع الشيعي من أوله إلى آخره في حالة تيه متواصلة ولقد تأكد هذا التيه منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجة سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا وكلما مر الزمان كلما تضاعف هذا التيه هذا التيه المضاعف مثلما حدثنا عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولعمري 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 ليضاعفن عليكم التايه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل إنها الأضعاف التي حدثنا عنها إمامنا الصادق من أن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ولكنهم بعد ذلك يضيفون إلى هذا القليل من العلوم الصحيحة يضيفون إلى ذلك أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم هذا هو التي المضاعف الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين إنها أكاذيب مراجع حوزة الطوسي حوزة الكذب والدجل والضلال هي التي سببت هذا التي فهذا التي هو الذي سيكون سببا أن يتحرك قانون البداء وأن يجمع سيناريو القربان أطرافه وامتداداته واتجاهاته وأن يتحرك المشروع المهدوي باتجاه السيناريو الثالث وأن أمة تيهن أمة ضلال هذا هو واقعنا الشيعي بحسب الموازين الدقيقة للعترة الطاهرة نذهب إلى فاصل موسيقى